ما فائدة تمارين كيجل للرجال؟ تعد تمارين كيجل أو تمارين قاعدة الحوض مهمة عند الضكور والإناث إذ تساعد الضكور في مشكلة سالس البول والمشكلات الجنسية عند ممارستها بانتظام نشر طبيب الأمراض النسائية الأمريكي د. Arnold H. كيجل سنة 1948 دراسة استخدم فيها جهاز يسمى مقياس العضلات العيجانية إذ قاس تأثير التمارين المقوية لعضلات قاعدة الحوض عند النساء بعد مرورهن بولادة أو جراحة صحيح أن الدراسة كانت على النساء لكن تمارين قاعدة الحوض التي سمي التمارين كيجل باسم مخترعها تعد مهمة للذكور تصطف عضلات قاعدة الحوض فيما يشبه الحبال إذ تنشأ من الخلف من عظم العصعص وتمتد نحو الأمام تجاه عظم العانى لترتكز عليه تدعم هذه العضلات كل من المثان والأمعاء وتتحكم في مرور كل من البول والبراز والريح وتؤدي دورا في الانتصاب في أدناء ممارسة الجنسية عند الضكور قد يوهن عضلات قاعدة الحوض عند الضكور كل من جراحة البروستات الجراحة الحوضية أو الرد قلة التبرز السعال المستمر البدانة رفع الأثقال المتكرر فرط نشاط المثانة قلة ممارسة التمارين الرياضية لماذا تمارين كيجل مفيدة للذكور؟ مثل سائر عضلات الجسم يقوي التدريب المستمر المنتظم والصحيح عضلات قاعدة الحوض ما يمكنها من ممارسة وظائفها بأسلوب أفضل وأكثر كفاءة من فوائد ممارسة التمارين كيجل تحسن السيطرة على المثانة والأمعاء المساعدة على التحكم في إخراج الريح منع السلس البولي والبرازي مساعدة المثانة على الإفراغ التام المساعدة على الانتصاب والمساعدة على منع القذف المبكر كيف تمارس تمارين كيجل يصعب أحيانا تدريب العضلة الصحيحة في أثناء ممارسة تمارين عضلات قاعدة الحوض خاصة أن هذه العضلات غير مرئية تقوي التمارين الرياضية عضلات الفخد الداخلية والعضلات الألوية أو عضلات البطن لكنها أقل فعالية في تقوية عضلات قاعدة الحوض الخطوة الأولى يتحقق من أن تمارين كيجل تؤثر في العضلة المناسبة لذا يجب أن تتخيل نفسك تقطع سريان البول في منتصفه أو أن تتخيل نفسك تمنع خروج الريح عبر العصر والرفع داخليا يصعب الإحساس بتقلص العضلات الأمامية مقارنة بالخلفية تنبغي مدومة على ممارس التمارين كيجل لأسابيع أو شهور حتى تستشعر فوائدها تمكن ممارستها في أثناء الوقوف أو الجلوس أو الاستلقاء لكن من المفيد أحيانا البدء بهذه التمارين مستلقيا أو جالسا تتنوع التعريمات المتعلقة بتمارين كيجل بين تمارين وآخر لكنها تتضمن عموما السحب عضلات قاعدة الحوض وشفطها نحو الأعلى الثبات في الحالة مبدئيا بين الثلاثة إلى خمس ثوان وبالتدريب يمكن بلوغ عشر ثوان الاسترخاء ببطء نفس مدة التقلص التكرار نحو عشر مرات أو حتى ترهق العضلات تلك هي تمارين الشد البطنية تليها تمارين شد سريعة مماثلة لكنها أسرع تتضمن شد وشفط عضلات قاعدة الحوض الثبات في هذه الحالة وقت قصير لمدة ثانية واحدة الاسترخاء التكرار حتى ترهق العضلات تنبغي ممارس التمارين كيجل من ثلاثة إلى أربع مرات في اليوم الواحد وزيادة مدة التمارين مع ازدياد قوة العضلات حتى تبلغ نموذجيا نحو عشرون مرات في التمارين بعض النصائح في أثناء ممارس التمارين كيجل عليك أن تتذفس طبيعيا لا تحبس أنفاسك شد عضلات قاعدة الحوض من الخلف للأمام واسحبها نحو الداخل أو الأعلى تجنب عصر أو شد العضلات الألوية أو الفخذ أو البطن تجنب رفع الحاجبين أو الأكتاف أو الأصابع اختبر ممارسة التمارين بوضعيات مختلفة واقفا أو مقرفصا تزداد عضلات قاعدة الحوض قوة مع الممارسة المستمرة لتمارين كيجل حتى يصبح سهلا قطع جريان البول عند الحاجة مثلا أيضا لا ينبغي أن تكون هذه التمارين جزءا من تمارين الرياضة اليومية ينبغي للذكر الذين يعانون صعوبة في تحديد عضلات قاعدة الحوض أن يستشيروا طبيبهم الخاص إذ قد يوجههم مقدم الرعاية الصحية نحو معالج فيزيولوجي أو مختص بمشكلة سلس البول ليقدم لهم مساعدة خاصة على هذه التمارين تنصح مؤسسة صحة الوطنية للمملكة المتحدة باستخدام التطبيقات خاصة بالتمارين قاعدة الحوض هذه التطبيقات موجهة خصوصا للذكر الذين يعانون مشكلات القذف المبكر أو اعتلال الانتصاب والسلس البولي الخلاصة مع أن الناس لا يعيرون تمارين كيجل الاهتمام الذي تستحقه فهي قد تكون مفيدة خصوصا أنها قد تساعد على حل مشكلات الانتصاب أو سلس البول هل عانيت صعوبة في ممارسة هذه التمارين أو أنها لم تحسن حالتك ينبغي اللجوء للمساعدة الطبية إذ قد يوجهك الطبيب ونحو مختص يساعدك على هذه التمارين ويعطيك بعض النصائح